موسيقى أهلا وسهلا بكم أحباء المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج مزامير وكلمات يسعدني أن أستضيفكم في هذا الوقت مع خادم الرب المبارك الأخ موريس موسى أهلا وسهلا بك أخ موريس مبسوطين تكون معنا أنا سعيد جدا جدا لامتياز العظيم أن الرب يعطيه لي أن أشارك معكم حبايب الرب في كلمة الله أمين شكرا تعالوا حبايب نقرأ من كلمة الرب من سفر المزامير مزمور مية المزمور المئة مزمور حمد باسم الآب والابن والروح القدس إلى واحد أمين اهتفل الرب يا كل الأرض اعبدوا الرب بفرح ادخلوا إلى حضرته بترنم اعلموا أن الرب هو الله هو صنعنا وله نحن شعبه شعبوه وغنموا مرعاه ادخلوا أبوابه بحمد دياره بالتسبيح احمدوه بارك اسمه لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته وإلى دور فدور أمانته أمين أمين أخو مريس ده من ضمن المزامير بتاعة الملك مزبوط ملك الرب وفيه هتاف أنا المزامير دي دايما بتاخد قلبي على طول بكل تأكيد يقول اهتفي للرب يا كل الأرض ونقدر نسميه المزمور ده مزمور حمد بكل تأكيد لأنه مليان بالحمد والتسبيح للرب واحد من درسي الكتاب قال أنه على الأرجح أن هذا المزمور كان يرنم به ويسبح به للرب أثناء تقدمة زبيحة السلام وزبيحة السلام أخويا بونير هي بتتكلم عن أساس شركتنا نحن وأحب أقول حاجة كده لتشجيعنا إنجيل متى بيقدم لنا المسيح زبيحة اسم إنجيل مرقص بيقدم لنا المسيح زبيحة قطية إنجيل لوقة بيقدم لنا المسيح زبيحة السلام أساس الشركة وأرجو أن تلاحظ معي أخي العزيز في حاجات كتيرة قوي 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 في كل من الكلام اللي أنا قلته ده بتثبت هذا الكلام اللي إحنا بنقوله لكن ما يهمني أنا في زبيحة السلام جو الشركة هل تفتكر لما لص التائب رجع للرب في إنجيل قديس لوقة أصلاح 23 عشان كده إحنا بنقول ده زبيحة السلام الستائب بعد ما أدان نفسه مع أخوه نحن نلال استحقاق ما فعلنا وأعلن قداسة مطلقة وانفرادية عجيبة للرب له كل المجد أما هذا بيكلم عن المسيح فلم يفعل شيئا ليس في محليه بعد كده صرخ للرب يا رب خلي كل مشاهد يصرغ الصارخة ديه إذا ما كانش لسه رجع ليك يا رب باسم يسوع يا أبانا أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك في ملكوتك أنا عايزك أنا أنا يا رب أنا المحتاج لك أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك اسمع كده على طول مباشرة الرب قال له هل حق أقول لك إنك اليوم تكون معي نحط تحت خمسين ألف خط تكون معي في الفردوس شكرا للرب من كل القلب لما تصرخ تأخذ التأكيد لما تطلب الرب الرب يضمن لك أبدية سعيدة إلى الأبد عشان كده زي ما قلنا إنه هذا المزمور مزمور الحمد كان بيردد أثناء تقدمة زبيحة السلام أثناء تسبحة الشكر للرب والسجود لأنه رضي أن نتوجد معاه في جو الشركة الشخص اللي تمتع بهذه الشركة يقدر يتحقق فيه كلمات المزمور في عدد الأول والثاني اللي بتقول اهتفي للرب يا كل الأرض محدش يقدر يهتف للرب إلا لو كان لي شاركة مع المسيح ده كلام مزموط اعبود الرب بفرح محدش يفرح في محضر الرب يعني الشخص البعيد عن ربنا محضر الرب دايما مفرح بس فيه ناس يقول لك أنا في الكنيسة أتدايق عارف لأنه ما عندوش الفرح طبعا ما فيش الإرسال والاستقبال مش شغال لكن اللي يفرح في محضر الرب ده بالعكس يقول الكتاب عن التلاميذ فارح التلاميذ ازرقه الرب فلما الرب يتراء ويجي في الوسط بيكون سبب فرح لأولاده بكل داخل الى حضراته بترن أحب أقول حاجة مهمة جدا في المزمور ده أخويا منير سمعت في المزمور ده نلاقي فيه ثلاث سبعيات نلاقي فيه ثلاث سبعيات وأنا هكتفي لضيق الوقت بسبعيتين موجودين في المزمور ده المزمور الاول التحريض على التسبيح او السبعية الاولة التحريض على التسبيح والجزء التاني صفات التسبيح التحريض على التسبيح يقول اهتفوا اعبدوا ادخلوا الى حضراته ادخلوا الى ابوابه ادخلوا الى دياره احمدوه باركوا اسمه كلها حاجات مشجعات للتسبيح والتعظيم للرب ده كلام مظبوط صفات بقى التسبيح هتاف بفرح بترنيم بحمد بتسبيح بالبركة اسمه التغني بكمالات الرب التغني بكمالاته ده كلام مظبوط ما اعظم اننا نهتف ونغني لحبيبنا الغالي احب اقول نقطة تانية مهمة جدا هنا بيقول اهتفي للرب يا كل الارض طبعا زي ما انت اشارت يا اخي منير هيجي وقت اللي كل الارض هتهتف للرب طبعا احنا بنلاقي اصوات كتيرة ومضادة لهذا الشخص العظيم المبارك لكن هيجي وقت واهتفي للرب يا كل الارض مش بس تهتفل للرب يا كل الارض اعبدوا الرب بفرح اهتف وانا بعبد بعبد بهتاف العابد هو الشخص الشاكر اللي بيقدر احسان الرب له اه انا عايز اقول لك هل انا وانت بنقدر احسنات الرب بمعنى فاكر لما عشر برس طهروا وجي غريب الجنس هو اللي جي يشجد للرب جي يعبد الرب واحدين الرب سأل عن اين التسع ادخلوا الى حضرته بترنم بترنم باختبارات واحنا بنرنم للرب اعلموا ان الرب هو الله ده الجزء التاني بقى من المزمور اه العدد ده بيلقي النظر على مين هو الله ده كلام مزبوط بقى عبدوا اعلموا ان الرب اعلموا ان الرب هو الله هو الله وزي ما اشارنا قبل كده في حلقة سابقة لا ننسى او نتناسى عظمة ايماننا المسيحي ان الرب يسوع له كل المجد الكائن على الكل هو بذاته الاله القدير القادر على كل شيء الاله الازلي الابدي اللي رضي ياخد صورة الانسان نعم ويأتي الى ارضنا لكي بجسد ده سوته يقدم فداء لنا كلنا تبارك اسمه الى الابد عظيم ان هو سر التقوى الله ظاهر في الجسد تبرر في الروح تراءة لملائكة وبعد كده يقول ظاهر اتبرر في الروح تراءة لملائكة وبعد كده يقول حاجة رائعة جدا 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 يقول انه هو دو اللي قدم نفسه فدية من اجلنا اجمعين علشان كده يكمل في عدد ثلاثة بعد ما يقول اعلموا ان الرب هو الله يكمل ويقول هو صنعنا يعني ايه هو صنعنا يعني هو خلقنا بس وله نحن شعب وغنم مرعا وهنا كمان مش بس خلقنا لكن فدانا فاحنا ملك الله بحق الخليقة وبحق الفداء ايضا ده كل البشر هم اولاد الله اولاد الله بالخليقة لكن اولاد الله بالتبني بحق الفداء ده كلام بعمل المسيح فاحنا احنا يعني اولاد الله مرتين مش مرة واحدة لانه لانه بحق الخليقة وبحق الفداء ايضا طيب اخويا الحبيب الاخ مريس هنرجع للجزء التالت من عدد اربعة وعدد خمسة وهي دعوة لكل الامم للتسبيح وشكر الرب بعد الفاصل احباء المشاهدين ابقوا معنا لحظات ونعود لنكمل الحديث الشيق مع خادم الرب الاخ مريس موسى اهلا وسهلا بكم مرة اخرى احباء المشاهدين قبل الفاصل الاخ مريس كنا بنتكلم التأسيم المزمور في عدد واحد واثنين شفنا دعوة لكل الامم لتهتف للرب في عدد ثلاثة شفنا مين هو الله الله هو خلقنا وصنعنا وفدينا وحبيبنا فيه ترنيمة بتقول اللي صنعني هو واللي جابلني هو الجزء التالت من المزمور عدد اربعة وخمسة عفوا بنشوف دعوة لكل الامم للدخول لأبوابه بالحمد والتسبيح ده ده كلام مضمت ادخلوا أبوابه بحمد دياره بالتسبيح الحمد الشكر نعم يعني أنا وداخل بقدم شكر للرب والحقيقة يعني لا يمكن إطلاقا العقل محدود بجري أنه يحصي الأمور التي يجب أن نقدم فيها الشكر للرب يا سلام يا أخي على قدر يعني ما نستطيع أن نقدم شكر نقدم شكر عشان كده المرنم قال بركات الرب عدد شاكرا ما نقدرش نحصيها أبدا لا يمكن لا يمكن لا يمكن واحد قال ده كل ثانية في حياتي تستحق الشكر للرب زي في الترنيمة اللي بتقول كل ثانية عدد لو هتحكي تقول كتير كل نبضة في قلبي غنت بفتكر لك كل خير من روائع أخونا ماهر فايز أمين أمين طيب أرجو نلاحظ دياره بالتسبيح حلو قوي أنا بدخل بحمد وكمان بدخل إلى دياره إلى بيته بالتسبيح وفي فرق بين الحمد والتسبيح الحمد شكر التسبيح تعظيم الله في ذاته تعظيم الله في ذاته تعظيم الله على سلطانه على قدرته على صفاته على صفاته على أذليته على أبديته تعظيم الله بكل تأكيد الذي لم ولن يتغير هو هو أمس واليوم وإلى الأبد بعد كده يقول احمدوه باركو اسمه اسمه ويجي كلمة بقى هنا باركو باركو يعني اشكره نخلي بالنا من حاجة مهمة جدا أنا بريكت أفاسس واحدة أن الله بركنا بكل بركة روحية في السمويات في المسيح يسوع بريكت يعني الله أغدق علي بكل ما لديه من بركات في الحبيب الغالي يسوع المسيح لكن في نفس الوقت أنا بأبارك أنا بشكر الرب يبقى عملية متبادلة أنا تمتعت ببركات الرب وبالتالي بأقدم شكر للرب أمين يا حبيب تحت مهمة جدا صحيح ياللي اتمتعت بإحسادات الرب بارك الرب بارك الرب المزامير المعروفة الحمد اللي بيسميها F.P.Mayer الحمد الصافي من مية وثلاثة سبع مزامير يقول فيها في كل مزمور باركي وسبع مرات في مزمور بية وثلاثة يقول باركي باركوا باركي يا نفس الرب وكل ما في باطن اللي يبارك اسمه القدوس باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته وبعد كده يردد الذي يخفر جميع زنوبك الذي يشفي كل أمراضك الذي يفت من الحفر حياتك الذي يكللك بالرحمة والرأفة فيتجدد مثل النسر شبابك أمين أمين بعد كده يقول إيه لأن الرب صالح حللويا أمين صالح هو الرب 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 صالح دي طبيعته الصلاح ده طبيعته ومن طبيعته يتعامل معنا بصلاحه وكل أموره اللي بيجريها معنا هو نابعة من صلاحه الإلهي وعلى فكرة صلاح الرب أخ موريس بيمرسه مع الجميع يعني مش بس مع أولاده أولاده مميزين صحيح وكل حاجة لكن يقولك الكتاب بقف بقف أنا شاكر الرب على الآية دي يشرق شمسه على الأشرار وعلى الأبرار يمتر خيره على الصالحين والطالحين فربنا في صلاحه ده للكل بكل تأكيد بس المفروض أن احنا ناخد صلاح الرب وجود الرب مش أنه هو راضي عن الخطايا اللي أنا بعملها لكن بالعكس عايز يقولي من أجل صلاحي ارجع يا ابني وديني حياتك وديني قلبك ده كلام مظبوط صالح إلى الأبد رحمته رحمته يعني رحمته ما تحدش وده أرجو أن تلاحظ أعظم رحمة رحمني بها الرب أعظم رحمة وأكد نرى مرة ثالثة هو تقديم نفسه من أجل هناك على رابية الجلجسة رحمته لو لا رحمته كنت أنا أبقى في بؤس البؤس وشقاء الشقاء بل كان ينتظرني تعاسم إلى أبد الأبدين عشان كده عزيز المشاهد اسمح لي بالتعبير اللي جاي ده من فضلك اقبلوا مني استغل رحمة ربنا صح وقلوا أنا جاي إيه لك يا رب أنا أستاهل الوقائد الأبدية مرة النبي أشعي قال كده من منا يسكن في نار أكله من منا يسكن في وقائد أبدية ده في نار في ظلمة خارجية في دود لا يموت نار لا تنطفئ همين لكن استغل رحمة الرب وتعالى واصرخ إليه زي ما صرخ العشار وقال اللهم ارحمني أنا الخاطئ شكرا نزل إلى بيته مبررا شكرا أخ موريس أحبائي يقول الكتاب رحمتك أفضل من الحياة ما فائدة الحياة بدون رحمة الله علشان كده نفس النهاردة تكتب لنا عنوان الموجودة على الشاشة صفحتنا على فيسبوك مزامير وكلمات أو الإيميل بتاعنا أو رقم التليفون اتصل بنا بنحب نسمع منكم أحباء المشاهدين ونترككم في رعاية القدير والرب معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر